ولنقاش هذا الموضوع نضم لينا من واشنطن جون بولتن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق. مرحبا بك سيد بولتن. ما الذي نعرفه أكثر عن هذه التهديدات الصينية الروسية الإيرانية على الانتخابات الأمريكية؟ خاصة مع سواد الاعتقاد أو تزايد الاعتقاد بأن كل ما يمكن أن يتم الوصول إليه من التأثير هو محدود. لا نعرف تحديداً غاية جهود هذا التدخل. البعض ونراه عبر قرارات الإدانة والتي تحدثت عنها للتاو أنهم حاولوا التأثير على الرأي العام. البعض من النشاطات الأخرى كانت نشاطات سرية للتأثير على عد الأصوات. أيضاً هناك القلق على أن الروس يحاولون أن يؤثروا على سير الانتخابات ليكون ميالاً لترامب والإيرانيين كذلك. هذا في نهاية المطاف يهدف إلى حث الشعب الأمريكي لفقدان الثقة بمؤسساته. وليحثهم على الاعتقاد بأن كل شيء مسيس وأنه لا يمكن الثقة بالقادة والمؤسسات. إنه تهديد جدي وخطير. وطبعاً باستثناء أننا لا نعرف عمقه. ولكن ما نعرفه أنه تعد وهجوم على نظامنا الدستوري وعلينا مقاومته. لأنه يدعم طرفاً بعينه أو يحاول أن يؤثر في اتجاه دعم طرف بعينه أي ترامب في هذه الانتخابات. أم لأنه يشكل تهديداً على النظام كله وحتى على ثقة الناخب الأمريكي في هذا النظام الانتخابي. سؤالك مهم وهو كلا الحالتين. في بعض الحالات إنه جهد لتأثير على نتائج الانتخابات وليس في نفس الاتجاه. ولكن التشكيك في شرعية وانصاف المؤسسات الحكومية الأمريكية على المستوى الوطنية هي نوعاً من الحرب اللامتوازية تطال نظام الحكم. إن خصوم الولايات المتحدة، الصين، روسيا، كوريا الشمالية وإيران يربحون عندما يشكك الناس بمؤسساتهم. وكلما يشتد الاستقطاب في الولايات المتحدة ويشتد الاختلاف، هذا سيقود من قدرتنا على التعامل مع التهديدات الخارجية وهؤلاء الخصوم يسعون لذلك. هل تذكر من بين الشخصيات السياسية في المشهد الأمريكي من شكك من جهاته في النظام الديمقراطي الأمريكي وفي آلية الانتخاب الأمريكية في المشهد حالياً؟ أظن بأن هناك متطرفين من الجهتين يقول بأنهم يريدون تسييس وزارة العدل أو أن وزارة العدل مسيسة وكل ذلك عندما لا يصدق الناس بأن هناك قدرة على السيطرة على الحكومة عبر صناديق الاختراع وأن ما يجري في المجتمع مثار جدل وتشكيك، هذا يقود من حس المواطنة ويزرع الشقاق بين الناس. وهذا له أثر مدمر لروسيا باع طويل وكأنها كانت دولة شيوعية. كله كان مثلاً في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي عندما حاولوا بالتأثير على هوليوود. واليوم ما تفعله روسيا اليوم على التواصل الاجتماعي هو صيغة حديثة لما حاولوا فعله ضد هوليوود في الماضي. أما ما تغيره فهو أنهم يسعون إلى زعزعة استقرار أمريكا وهذا يستمر. طيب سيد بولتن في هذه النقطة تحديداً. خاصة مع كمية القيود التنظيمية التي وضعت على شبكات التواصل الاجتماعي. تقوم بها فيسبوك. تقوم بها المنصات الأخرى. لمحاولة تعازل المحتوى السياسي عن أن يكون مروجاً. وعن أن يوصل إلى الناس خاصة في فترات الانتخابات. أي طريقة يمكن أن يحصل بها هذا التأثير؟ برأيك من قبل هذه القوى الثلاثة. واستهدافها للأمريكيين. هنالك شتى الطرق لفعل ذلك. البعض منها هو خفي. مثلاً الصينيون يشترون متممات ينشرونها في صحف مثل صحيفة الواشنطن بوست. والبعض منها بسيط وغير ظاهر عبر تواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية. إنها ليست فقط مسألة التأثير. كما ذكرت إنها محاولة التأثير بطريقة الحرب اللامتوازية. أين مثلاً بالنسبة لأستراليا ونيوزيلندا وطايوان؟ وكيف تعاملوا مع جهود الصين؟ أحياناً يصعب كشف هذه المسائل. وبذلك قد لا ندرك ما يحدث. إبقى معنا سيد بولتن لنستمع إلى ما قاله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين. ثم نعود لاستكمال هذه النقاش. ذلك مشاهدين بأن الولايات المتحدة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام المحاولات التي تقوم بها روسيا لتأثير على الانتخابات الأمريكية. وأضاف بلينكين خلال مؤتمر صحفي في مقر وزارة الخارجية أن منظمات إعلامية روسية مثل قناة روسيا اليوم تعمل عن قرب. مع أجهزة الاستخبارات الروسية لتقويض الديمقراطية الأمريكية من خلال نشرها لمعلومات مضللة لإثارة الانقسامات في المجتمع الأمريكي. مؤكداً في الوقت نفسها أن روسيا اليوم تجاوزت كونها وسيلة إعلامية وأصبحت كياناً يتمتع بقدرات سبرانية. الأعمال التي نكشف عنها اليوم والأعمال التي كشفناها الأسبوع الماضي لا تتضمن جميع الجهود التي تقوم بها روسيا لتقويض الديمقراطيات. حملات التضليل من قبل روسيا لتخريب وخلق الانقسامات داخل المجتمعات الحرة والمفتوحة تم تدو إلى جميع أرجاء العالم. وللرد على ذلك اليوم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا انطلقنا في حملة دبلوماسية لحجر الحلفاء والشركاء حول العالم للانضمام إلينا لمواجهة التهديدات التي تمثلها قناة روسيا اليوم وآلات التضليل الأخرى التابعة لروسيا. لقد أعطيت توجيهات للدبلوماسيين الأمريكيين حول العالم لتقديم الأدلة حول قدرات روسيا اليوم. والطرق التي تستخدمها لاستهداف دول بعينها والمنظومة التي نتشاركها. نعود إلى ضيفنا من واشنطن جون بولتن. مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق. مرحبا بك من جديد سيد بولتن. إذا كان هذا الخطر ليس جديدا في 2016 و2020 كان هذا الخطر موجودا وجرى الحديث عنه وأجريت فيه التحقيقات. هل تم التعامل من قبل واشنطن بناء عليه لتحجيمه في كل موسم انتخاب أمريكي؟ طبعا يمكن فعل المزيد ولكن أعطيك مثالا في العام 2018 كنت أنذاك مستشارا للأمن القومي وعرفنا ما تحفعله روسيا. قمنا بتغيير أساليبنا وبقدراتنا الخاصة بالأمن السيبراني. وراقبنا هذه الهيئات والكيانات الروسية التي كانت تحاول أن تؤثر على الانتخابات آنذاك. لا يمكن أن أغوص بالتفاصيل ولكن حجمنا ومنعنا الكثير من جهود روسيا لكي لا تؤتي ثمارها. وقمنا أيضا بتصدي لمن حاولوا التأثير والحق الأذى بمساراتنا. هناك الروس والصينيون يتلقنون ما فعلناه في الماضي ويحدثون أساليبهم ليلتفوا على قدراتنا. هذا ليس له علاقة فقط بحرية التعبير. إنه جهد لمنع الحكومات الأجنبية من التدخل بالمسار الذي نستعين به لنختار وننتخب ممثلين ونشرع القوانين. يلتقي الجانب الإعلامي والجانب السيبراني هذه المرة في شكل التهديد الذي تواجهه الولايات المتحدة. إلى أي درجة هناك توزيع الأدوار؟ ربما حتى تنسيق تعاون وتبادل في مسألة تأثير الانتخابات الأمريكية بين هذه الأطراف الثلاثة. روسيا، الصين وإيران. هذا الأمر لا يفاجئني إن كان هناك تعاون. هناك محور روسي صيني مثل تحالف الروسي الصيني في الحرب الباردة. ولكن اليوم إن الصين يكون شريك متفوق أيضا مثلهم مثل إيران وكوريا الشمالية لديهم قدرات متفرقة. ولكن يجب أن يرى ويبقى أن نرى إن كانوا يثقوا ببعضهم البعض الآخر. وإن كان هذا التعاون سيجدي. وإن كان سيؤثر على المجتمع الأمريكي إن حقا كان تعاونهم مفيدا. شكرا جزيلا لك من واشنطن جون بولتن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق.